صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه. هنقرأ النهار ده لبرج الحمل قراءة العاطفية. طيب آآ ندخل عبطول في الموضوع الطاقة العامة لبرج الحمل. ودي طبعا دايما بقرأ قراءة عاطفية عشبعتش يقول لي عمل والحاجة دي. فانا عبطول بقرأ قراءة عاطفية. طيب. اول حاجة الطاقة العامة لبرج الحمل. آآ برج حاجة حلوة قافل عليها بالضبع والمفتاح او آآ قافل على حاجة آآ بتقفل شابتر من حياتك. ده اللي هتشوفه بعد كده في الورق. يا بتبدأ حاجة جديدة. ممكن تكون داخل علاقة بديدة يا برج الحمل. الله اعلم. طيب نشوف طاقة الشخص اللي احنا هنتكلم عنه. ايه ده? دي طاقة شخص حكيم جدا. شخص آآ معلم. او آآ شخص او طاقة مقزون كمان. ده بنشوف اللي بعدين. انت صور افرح. ازاك كده يا برج الحمل انك هتتجاوز. هنشوف. آآ اول حاجة بس انا بعمل الكراءة بتاعتي كراءة المداية. طاقة الشخص قدام طاقة. وبعد كده النصيحة. اول حاجة مشاعر الشخص ايه? اتجاه. الشخص ده شايفنا الاستقرار كله واقع. يعني الاستقرار على اكمل وجه. آآ لان انا بص حتى شايفت هنا ايه? انت صور. ما في حد لقاك وهينتصر بيك. او خلاص يعني. وبعدين كمان خلي بالكوا استنوا. بعدين كمان الحب كله. كانتو جايلكو عرض حب. آآ او خلاص جايلكو يعني. والشخص ده شايفكو تنفعه لو انت بنت تنفع الزوجة المثالية. او يبني معاك الحياة عموما. ولا انت ولا دي شايفك ممياه. تنفع القب الجميل واللزيز والزوج الفرفوش. طيب. نظريته لينا ايه? لان المشاعر غير النظرة. ممكن اكون بحيب حد بس بصص ان هو عالو صغار شوية. ان محتاج نضج محتاج يكبر كده يعني. فهو نظريته لينا ان احنا او انتو يعني كبرج حمل آآ شخص خيالي شوية. نوعا ما. او شخص مندافع في الحب. او سيبكم انت كله. هو شخص حبوب. شخص آآ ينفع ان احنا نبدأ مع علاقة حب. ما قدموا عرض. هو شايفكم على فكرة انتو كمان مستقبلين العرض ده. لو هيقدم لكم عرض. فعندوا شايفكم ان انتو تنفع تستقبلوا العرض ده. او انتو اصلا قلبكم مفتوح للحب. ومستعدين في ايه لحظة? هو كلمة بحبك الردها انا كمان بحبك يعني. سعيد. سوري اه اتعطت الفيديو. اه اوكي. اه فدلوقتي. اه نظرة الشخص ده لنا ان هو اه او احنا شخص اه حبوب جدا ينفع ان هو يستقبل لعلاقة الحب دي. طيب. اه نظرته ايه لعلاقة بقى? اه نظرته لعلاقة ان هي علاقة اه هيبقى اساسها حب حلوة قوي 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 قوي. وان هي علاقة يعني مش كعلاقة بس نظرته كمان لعلاقة كشاملة بقى كأنتو بقى اللي في العلاقة او الطرف التاني بان انتو تقدروا تستقبلوا الحب ده. بصوا ان الكابتين دول اتنين بيقدموا عروض. هو شايف كنتو الاتنين اه حد اه حبوب قوي وحد ينفع ان هو اه يعني يعطي حب. الشخص ده الظاهر والله اعلم ان هو شخص طرابي. اه او مائي. انا حاجة من الاتنين يا طرابي يا مائي. اوكي? لان انا برضو الكارت اللي بعدين. كارت برج الحوت. طيب او سرطان او العارب يعني. اوكي طيب. احنا بقى بصله ازاي? احنا بصين للشخص مشاعرنا ايه? ناحيته. احنا اه مشاعرنا من ناحيته مشاعر اه لسه متأكدناش منها قوي. ولكن ولكن في مشاعر. يعني برضو بتبص للموضوع هو شايفنا الاستقرار كله. هو ظهر ان في حد العلاقة دي حد عرض على حد اه خطوبة جواز او علاقة حد في بادي الموضوع شاكله. موضوع لسه في اوله. اه فاحنا لسه مش متأكدين من مشاعرنا اوي. بس بس هو شخص. بس انتو واسقين اوي في نفسكم. او واسقين فيه. برضو. يعني انتو مش شكين في العرض اللي هو جايبه. ولكن ولكن لسه مش متأكدين من مشاعر بقى. بس في مشاعر اهم حاجة. طيب نظرتكو لي ايه بقى? شخص اه بيمتازر شوية او شخص بطيء شوية. انا ارجح ان هو برج ترابي. ان برج ترابي بطيء. برج ترابي بصراحة بطيء. اه فهو شخص اه بيشتغل على الحاجة. بس بيعد بقى اه يعني يتاخر قوي. او قبل ما يكرر. ويقول بقى انا هقول بقى احبك امتى? او كزا. يعني قبل ما يخرج مشاعره. وقبل ما يبدأ البداية الجديدة اللي هي احنا عايزينها. بيكون فات وقت. مش لطيف شوية. انتو برجناري طبعا. تحبوش الموضوع ده خالص. اه مع ان هو شايفك ان انتو بصوا مامية يعني ان انتو ناس بتتحركوا وناس مقدموا عرض. الزهر ان انتو آآ بتقدموا عرض لحد يا برج الحمل او معجبين بحد. ممكن تكونوا معجبين بحد وهو شايفكم ان انتو مقدمين العرض ليه. بس انتو شايفينه راجل بطيء قوي. طيب. نظرتكو ايه للعلاقة? الدف الموت. مش معناه وحش. نظرتكو لعلاقة ان هي علاقة آآ ممكن تعمل ولادة جديدة. يعني ايه ولادة جديدة. يعني علاقة آآ تبتدي تبتدي بقى حياة جديدة. اقول لكم على ايه كمان ده اللي فسر المضوع ده. انتو عايزين تبتدوا مع الشخص ده يا برج الحمل حياة جديدة. عايزين تبتدوا معاه آآ علاقة حلوة. لان انتو قفلتوا الدايرة. عايزين تبداوا بقى شفتر جديد معاه. الزهر كده ان انتو خرجين من علاقة سابقة. عايزين تبداوا مع شخص ده آآ بداية حلوة. او ممكن نردع برضو. ترجيح مهمة برضو في الموضوع ده. انه شخص قديم. وانتو يا برج الحمل سوري. وانتو يا برج الحمل آآ عايزين تبتدوا الداية جديدة معاه. ومقدمين للعروض بقى للمصالحة. آآ ما تيجي هنا وانا حبك. بالمعنى الادقة كده. يعني بصوا كرتم. واحد بيقول ما تيجي هنا وانا حبك. خلصت. فانتو مقدمين له. بس هو بقى بطيق قوي. للأسف. بطيق. آآ بطيق في ازهار المشاعر قوي. بس هو شايفكم الاستقرار كله. او شخص قديم هو شايفكم الاستقرار كله. وانتو بقى هنا منتظرين. ومش عايزين تأكدوا على مشاعرك قوي الا لما تعرفوا الشخص ده هيجي ولا خلع ولا ايه. عشانا برج نالي انا بتخنق بسرعة. طبعا انتو انا مش برج نالي. وطبعا شايفين انها بداية جديدة. طيب. بما ان الشخص ده بطيق والحاجات الجميلة دي. بس احب اقول لكم ان هو بيفكر فيكم. هيبقى في انتصار. لو هو شخص قديم وانتو مقدمين له عرض مصالحة. او شخص جديد. هو اللي مقدم العرض في كلا الحالتين. هيبقى في انتصار. ودكرت المأزون عايز يتجوزه. عبروك برضي الحمار. طيب. النصيحة بتاعته ايه? نصيحته ايه الظاهر لو هو شخص ايه شكاك او شخص قديم بقى وانتو بتحاولوا تصالحوه داني. النصيحة بتقول اخرج من مخاوفك. وابدأ البداية الجديدة دي. النصيحة بتقول اخرج من المخاوف دي. وابدأ البداية الجديدة. لان الظاهر كده ان هو شخص اه عنده هواكس. بيفكر كتير قوي 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 ممكن يبقى طرابي ممكن يبقى هوائي برضى. فهو شخص اه عنده مخاوف. لو شخص جديد فهو خلب لكو حتى لو مقدم لكو عرض اه يعني او مش مقدم لكو عرض بمعنى ضغط. حتى لو هو شخص اه انتو لسه داخلين معاك كده في علاقة. وشخص بيفكر كتير جدا عنده هواجس كتير جدا متيجي في الدماء. النصيحة لكم انتم بقى استمروا في ازهار المشاعر. استمروا في تقديم العروض. بس خلقوا بالكم. الكارت ده بيحمل معنيين. بصوا بقى. ده شخص بيقدم عرض. بس واقف. شخص واقف. يعني لا بيروح ولا بيجي. فالكارت ده النصيحة لكم. لو انتم بتقدموا عروض ومستنيين. لو انتم اللي مقدمين العرض ده يا برج الحمل ومستنيين. خليكوا وقافين في مكانكم ما تمشوش. لان الراجل ده معه عرض في ايده هو. ممكن يلف ويمشي. ايه يا برج الحمل? الشخص ده بيحبك. ممكن يكون شخص ده عنده هواجز يا برج الحمل. ممكن يكون لو هو قديم لسه زعلان منك. او خايف منك. فما تمشيش بريز. خليك سابق. اوقف. ولو انت شخص جديد ما تخافش برضو. الشخص يداعي ويتخلص من اللي عنده ويجيلك لانه. بصوا بقى في كل الحال دين هو شايفكوا انتو الاستقرار. شايفكوا انتو شايفكوا حاجة جميلة جدا. انتو الانتو الاكتمال. اكتمال كل حاجة ليه حلوة. طيب. دي الكراءة العامة. اه هناخد دلوقتي اه هنحط الورق كبه عشان يفقى بتوصيل ما صح. خيب. خلينا بقى نشوف الناس اللي منفصلة. او المبتدع. المبتدعي. اه الناس اللي مش مع بعض عليهم. مش عارف اقول ليه? مبتعد عمض. مبتعدية عمض. اي او برج الحمل. خلينا نقول هل الشخص ده بيفكر في الرجوع ولا لا? للاش كلمة هيرجع امتى? لان ده مستقبل انا محبش يشوف المستقبل. خلينا نشوف النية هي اللي بتتحقق. يعني لو شفت له النية انه يرجع ممكن يرجع فعلا. عشان ما نكونش متعلقين بالورق يعني. خلينا نشوف الاول بس. اول حاجة حال الشخص ده ايه دلوقتي. الشخص اللي انت بعرفش عنه حاجة او بترقب على سوشال ميديا. الشخص ده حاله ايه دلوقتي يا برج الحمل. برج الحمل الشخص ده حاليا آآ آآ بياخد فترة استراحة بعض الانفصال. انفصلته عن بعض او مكتعدين عن بعض. وشعر بانه آآ آآ مش مخزول. ولكن انت رحلت عنه. آآ شعر بعورد الانفصال. اوكي? بعورد. باعراض الانفصال. آآ باعراض الانفصال آآ بياخد فترة استراحة لانه تعبان قوي. و حاليا هو مخب مشاعره يا برج الحمل. الشخص ده آآ آآ مخب مشاعره دايما بيكون شخص جاف قوي ومخب مشاعره لانه هو حاسس انه هو آآ يعني اتخزل منك شوية برج الحمل في ومخب مشاعره حقيقة. طيب المخب مشاعره ده بقى الحج اللي مخب مشاعره ده. اللي بيديني او شخص المخب مشاعره ده. سواء في اعجاب او ارتباط عمونا. ناوي يرجع ولا لا? في نية للرجوع الحج اللي مخب مشاعره. يعني نية مسلا نرجع بعد فترة النقاها اللذيزة اللي ياخدها دي. نساعات بنغلط في الناس والله يعني عتاب بس ان نبقى بنحبوهم. بيبقاش قصدنا. مرج الحمل الشخص ده موجوع قوي 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 قوي. والله اعلم انا بحبش حوالي العلاقات الثلاثية. ولكن اشك ان انتو كنتوا علاقة ثلاثية. ولو مش علاقة ثلاثية. وهو مخزول قوي. عارفين ده حصره ندم اه وضع قلب بالقوي. لان هو تعبان وراحل. شايل الامه معاه ومتجه. عايز يغير اللي حصل ده. الشخص ده ما بيفكرش حاليا غير في شغله فعمله وبس. اه هي مش يعني ما تفصلش على رقص وسائل ان احنا بنشوف ناوي يرجع لا. بس هو بيفكر في شغله قوي قوي برج الحمل. وممكن نشوف برضو يعني برضو. طب بعد ما يفكر في شغله. في امل برضو يعني. انه حتى يفكر فينا. تاني. ولو خلاص كده يعني خد العلق او مشي. في امل ان علاقة تصلح. يعني في الكلمة ناس بردة. يبقى العلاقة قدامه ممكن تصلح وهو بارد كده. لأسف يا برج الحمل مش للأسف يعني. بس هو حاسس بانه اتخدع. يا انت اللي خدعته يا هو اللي عمل حاجة وصل للموضوع ده. ممكن تكون انت آآ مشيط وصلتوا يا برج الحمل مرة واحدة. انه حاسس بانه اتخدع. لزلك هو ما بينامش. بصوا 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 اللي عملت زي? عملتوا فيه يا برج الحمل. عامنين زي لما هلما حب انتقم من حد. بديله الصابونا زي ما بيقولوا. بصوا مرجوع ما بينامش. كل ما يجي ينام يفتكر اللي اللي حصل فيه. ويفتكر ان هو ان انتم مشيت وسبت لزلك هو مفكر في شغل او او لكن الفترة دي مفيش للاسف اي رجوع. طيب مده مفيش رجوع بقى يبقى اللي بقى خسر دلعنة واللي ازانة هتتردله والحاجات الحلوة دي. في حد بقى جاي في طريقنا ولاقى بالصلاة وعمبي كده. عشان ايه? عشان القلب اشتكى من قلة اللي اشتكى خاص. وبعدين يقول لك اللي راح ايه? تدوي الايام. مع ان الايام لا بتدوي ولا حاجة بسيها حاجة بتريحنا وخلاص. عم دياء قوي في نفسي. انا عملا فرط لك البراء قوي عشان تطلع حاجة حلو كده. هل في اهم? سيترك باب قلب الحمل. برج الحمل جاي لك ابو برج مائي اللي احنا شايفين فكرة له ولا باية. مش بقول لكم ان هو انا حاس ان هو شخص معجب بيكم. انتم مريته فترة وحشة قوي 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 يا برج الحمل. فترة افكار سودوية جامد قوي. او نقول حاجة. الشخص ده خايف يعبر عن مشاعره. وجايل لكم بالعرض. نفس الكرتين بتوى الكرة الاولية. هياللكم بعرض حبه هون. بس هيخرج بس من المخاوف اللي هو فيها دي. الاول. اوكي? وانتو كمان. انتو كمان في المخاوف. لو انتم معجبين ببعض. لان ده برضو شخص مخبي. مخبي. ما هو شخص اللي بيخبي المشاعر ده جماعة. بيبعده مخاوف برضو. اوكي? رجل حبوب قوي. يا حوت يا سرطان يا عقرب. او مش عارف اشرح لكم ده بعدين. بيبقى برج مائي ولكن في الخريطة. يعني ممكن يبقى هو الشمس الجوزئة مسلا. واتطلع حوت. فهو بيبقى كده. بس هو حبوب قوي قوي قوي. كله مياه. وجايل لكم بعرض. في عرض ان شاء الله. بس هو يخرج من المخاف وياخد الشجاعة المتيبة كده. شكرا لكم جدا جدا يا برج الخمال.